بدأ المجتمع الدولي والكثير من مراكز البحث بالحديث عن مرحلة ما بعد الحرب الإسرائيلية على غزة وطرح السيناريهات متعددة للإجابة على أسئلة مستعصية عن من يحكم غزة بعد الحرب من جانبها تقول حركة حماس إن أي ترتيبات في غزة دون حماس وفصائل المقاومة هي وهم وثراب بالأمس كانت قضية العرب واليوم أضحت قضية العالم الأولى أبطالها شهداء ومصابون بالألاف ونازحون حالهم ليس ببعيد عن من فقدهم من ذويهم شهور مضت على العدوان على غزة واليوم اختلف الحديث عن نهاية متأخرة وسيناريوهات ما بعدها عنوانها بلسان الغرب ماذا بعد إنهاء الحرب وبلسان العرب ماذا بعد العدوان فمن وجهة نظر حماس وعلى لسان رئيس مكتبها السياسي اسماعي الهنية ترى الحركة أن أي ترتيب في غزة أو بشأن القضية الفلسطينية من دون فصائل المقاومة هو وهم وسراب مؤكدة أنها لن تقبل بأية شروط تسبق وقف إطلاق النار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أيضا دعا إلى وقف فوري للعدوان بينما جدد تأكيد موقفه الثابت لصالح التفاوض بدلا من المقاومة المسلحة وفي المقابل ارتدت أصداء العدوان على غزة في الصدر الإسرائيلي محدثة زلزالا في قلبه لم يكن في حسبانه يوما ما لنشهد خلافا داخليا وانشقاقات أظهرت هشاشة موقف الاحتلال وفشله في تحقيق أهدافه موقف تتناقله وسائل الإعلام الإسرائيلية ذاتها يوما بعد يوم بينما يأبى لسان القادة الاعتراف به فنجد وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث عن خطة لليوم التالي والتي من وجهة نظره تضع تصورا أن يحكم الفلسطينيون من دون حماس مؤكدا استمرار عملياته حتى تحرير المحتجزين بالكامل وما بين وجهات نظر الطرفين تتأرجح الولايات المتحدة في موقفها ما بين دعم لا محدود لإسرائيل وتحفظ على ممارساتها ضد المدنيين مدفوعة بموقف شعبي أمريكي غاضب وكونغرس منقص برمته حول دعم إسرائيل وفي هذا الإطار يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بجولة دبلوماسية جديدة في الشرق الأوسط لعقد مزيد من المناقشات حول الكيفية التي ستدار بها غزة من وجهة النظر الأمريكية أما القارة العجوز فكعادتها يجمعها اتحاد رسمي وتفرقها المواقف وهما تجلى خلال خطابات وخطط الحكومات الغربية والتي دعمت إسرائيل في البداية فوقعت في شباك الشك والمحاسبة الشعبية التي اتهمتها بازدواجية المعايير وبينما سمح العلم لنفسه بأن يقرر مصيرا لا يملكه ويقصم أرضا لا ناقة له فيها ولا جمل تقف مصر ثابتة على موقفها الذي لا يتغير بتغير الأيام والمواقف ولا يتزعزع بتطور الأوضاع لتؤكد دائما وأبدا على وحدة القرار الفلسطيني الخالص وحقه الراسخ في إقامة دولته المستقلة دون تدخل في شأنها الداخلية كما تشدد مصر على تمسكها بوقف إطلاق النار وإغاثة الشعب الفلسطيني الأعزل